اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيقرأ تقرير عن اللعبة او النشاط لكن من اول جمعية 28 سبتمبر 1923 بدأ النادي يطبع تقرير شامل ويوزعه على الاعضاء لمناقشته وقلنا ان اول تقرير للنادي تم طبعته في مطبعة مصر اللي اسسها طلعت باشا حرب وكان لازم النادي الاهلي يدعم اول مطبعة مصرية ويطبع فيها اول تقرير عن حالة النادي مهمش معقول يبقى النادي متأسس كاول نادي مصر للشعب ويطبع تقريره في مطبعة اجنبية واتكلمنا عن ادخال العاب الملاكمة والمصرعة للنادي وتأسيس اتحادات الملاكمة والمصرعة على ايد ابناء النادي وعن الخدمات العظيمة اللي قدمتها عائلة راتب للاهلي من اموال وهدايا لفرش حجرات النادي وبناء صالة راتب وغيرها وكمان اتكلمنا عن اعتذار عبدالخالق باشا سروة رئيس النادي عن ترشيح نفسه مرة تانية وانتخاب جعفر ولي باشا ليكون الرئيس الرابع للنادي الاهلي واتكلمنا عن قرار منع قبول عضوية الاجانب بالنادي وعن فوز الاهلي بأول بطولة لكاس مصر في تاريخه وعن بناء مدرق جديد لملعب الكرة وختمنا الحلقة بمجرد اشارة لواقع مؤسفة حصلت عام 1925 بطلها عضو رياضي من اشهر الرياضيين في تاريخ مصر وسألنا وقلنا مين العضو ده وايه القرار النهاردة هنعرف هو مين وحنعرف ايه هو القرار عارفين مين بطل مصر والعالم في السباحة الطويلة واول مصري وعربي وافريقي عبر المنش اسحاق حلمي وقبل ما نحكي الواقع تعالوا نتعرف على مين هو اسحاق حلمي ولد اسحاق حلمي بقفر العلو بحلوان عام 1901 والده عبدالقادر حلمي باشا كان من كبار ضباط الجيش المصري اسحاق حلمي كان عاشق للرياضة من صغره وكان بمارس كرة القدم والفروسية والسباحة وبدأ مشواره مع السباحة الطويلة في جلسة مع مجموعة من اصدقائه في مدينة راسلبر عام 1920 دار الحديث حوالين المسافة بين مدينة الدميات وراسلبر اللي كانت تقريبا 15 كيلو يا ترى ممكن حد يعوم المسافة دي قاعدوا يقولوا لبعضهم كده ففكر اسحاق حلمي ان يكون اول سباح يعوم بين دميات وراسلبر وشجعوا اصدقائهم وكان منهم رئيس تحرير جريدة الاجيب شمال وتاني يوم بدأ اسحاق حلمي المحاولة ونجح فيها وخرج من نيل رأس البر وسط تهليل وتسقيف جماهير المصيفين والصحف اهتمت باول محاولة للسباحة الطويلة في مصر ما اكتفاش اسحاق حلمي بدأ قرر انه يعمل محاولة اصعب يعمل من حلوان للقاهرة يعني مسافة اطول حوالي 25 كيلو وفعلا نجح اسحاق حلمي في محاولته الفريدة وقتها واصبح بطل قومي اللي عمل اسحاق حلمي كان سبب في دخول سباقات سباحة المسافات الطويلة لمصر فاتنظمت بعد كده سباقات 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 في نفس المسافات سباق دميات راس البر لسباحة المسافات الطويلة وسباق حلوان القاهرة لسباحة المسافات الطويلة مش بس كده سنة 1924 فكر اسحاق حلمي في عبور المانش وحاول ثلاث مرات وربعة عام 1924 وخمسة وعشرين وستة وعشرين لكن للأسف المحاولات فشرت لحد ما نجح في عام 1928 وأصبح بطل عالمي وكرموا الملك فؤاد بمنحوا نوت الجدارة وأطلقوا عليه العديد من الألقاب منها رائد السباحة الطويلة عميد السباحين المصريين وأطلق عليه الإنجليز لقب فرعون مصر وقبل وفاته في 5 نوفمبر 1980 منحوا الرئيس الراحل أنور السادات وسامل استحقاق مع مجموعة من الرياضيين وعشان نعرف إيمة وشعبية إسحاق هلمي بين المصريين كان المعلنين بيستغلوا شعبيته في الإعلان عن منتجاتهم وعلى رأسها منتجات الأدوية إسحاق هلمي كان قيمة رياضية كبيرة قوية ورائد من رواد الرياضة المصرية ونرجع لموضوعنا والواقع المؤسفة اللي كان بطلها إسحاق هلمي في يوم من أيام شهر نوفمبر عام 1925 وفي حديقة النادي كان إسحاق هلمي بيتناقش في أحد الأمور مع داود راتب بيك سكرتيري النادي واثنين من أعضاء النادي هم من سيد صبري أفندي ومحمد علي رسمي أفندي وكان موجود في نفس المكان بعض أعضاء اللجنة التنفيذية وبعض لاعبي فريق كرة القدم النقاش احتد وحصل تجاوز لفظي غير أخلاقي من إسحاق هلمي تجاه داود راتب بيك وسيد صبري فندي ومحمد علي رسم فندي تجاوزات إسحاق هلمي نالت استياء كل اللي شهد الواقع وقع هزة أرجاء النادي خاصة أن التجاوز حصل من حد بقيمة وشهرة إسحاق حلبي فحق ثلاثة منهم داود راتب بيك سكرتير النادي يعني المدير التنفيذي زي ما بنقول عليه دلوقتي حادث جلل في الوقت ده كان المسؤول عن إصدار العقوبات التأديبية للأخطاء أو التجاوزات اللجنة التنفيذية للنادي وفعلا صدر قرار اللجنة التنفيذية بطرد إسحاق حلمي وشطبه من النادي إسحاق حلمي حس أن القرار دا أكبر بكتير من خطأ هو معترف أنه أخطأ لكنه شاف أن القرار قاسي جدا فقرر تقديم التماس للجنة العليا للنادي واجتمعت اللجنة العليا يوم لتنين الموافق 23 نوفمبر 1925 واتطلعت على الشكوى المقدمة من اللجنة التنفيذية واستدعت إسحاق حلمي وحققت معاه داخل غرفة اللجنة العليا يعني داخل غرفة مجلس الإدارة وبعد المناقشة خرج إسحاق حلمي من الغرفة يستنى القرار وخرجت القرارات حاسمة نظرت اللجنة فيما صدر من إسحاق حلم فندي العضو بالنادي بناء على الشكوى المقدمة من اللجنة التنفيذية وبعد سماع أقوال إسحاق حلم فندي والمناقشة في الموضوع قررت اللجنة ما يأتي أولا تكليف إسحاق حلم فندي بأن يعتذر شفاهيا لداود راتب بيك السكرتير وسيد صبر فندي ومحمد علي رسمي أفندي عضوى النادي وذلك بحضور باقي الأعضاء الموقعة على الشكوى المقدمة إلى اللجنة التنفيذية وبالصيغة التي تقررها اللجنة العليا ثانيا تكليف حضرات فؤاد أنور بيك وفؤاد أبازا بيك وسيد صبر فندي وحضرة سكرتير النادي بوضع صيغة الاعتذار ثالثا تحديد يوم الأثنين المقبل لتنفيذ ذلك بحضور حضرات أعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية رابعا تعليق الاعتذار المذكور بلوحة النادي لمدة شهر وقد عرضت هذه البنود على إسحاق فندي حلمي فأظهر استعداده لتنفيذ ما تراه اللجنة وبالشكل ده تم تعليق قرار طرد إسحاق حلمي لحين تنفيذ قرار اللجنة العليا فيترى امتسل إسحاق حلمي للقرارات قدم قرار اللجنة التنفيذية بشط بإسحاق حلمي كان قاسي كانت قرارات اللجنة العليا قاسية جدا القرارات من الآخر كده وكأنها تجريسة مش بس هيعتذر لللي غلط في حقهم وقدام كل اللي حضر تجاوزاته لا ده الاعتذار نفسه هيكون بالصيغة اللي توافق عليها اللجنة العليا الصيغة اللي هتتكتب لك هي اللي هتقولها من غير حرف زائد أو حرف نقص إزعان كامل ومش بس كده كمان الاعتذار اللي هتقدمه للأخطأ تفحقهم وفي حضور كل اللي كانوا موجودين وانت بتجلط حيتعلق في لوحة النادي الموجودة في مدخله لمدة شهر يعني كل أعضاء النادي حيشهوه مش بقول لكم تجريسة خطأ إسحق حلمي كان خطأ عظيم صحيح المحاضر ما قالتش إيه حجم خطأ إسحق حلمي لكن قرار شطه من عضوية النادي ثم تعديل القرار بالشكل ده بعد تقديم التماس يورينا إن الخطأ كان كبير والإنه خطأ كبير كانت قرارات اللجنة العليا بحجم الخطأ قرارات حازمة قوية تحفظ للنادي هبته وتصون سمعته وتحفظ على القيم الأخلاقية وتدي درس لكل أعضاء النادي مهما كان قدرهم كان المقرر إن إسحاق حلمي ينفذ قرار اللجنة العليا يوم الاثنين تلاتين نوفمبر 1925 لكن اتأجل يوم الاثنين 14 ديسمبر وفي اليوم المحدد جئ إسحاق حلمي عشان ينفذ القرار تعالوا نقرأ سوا محضر الجلسة اجتمعت اللجنة العليا للنادي الأهلي يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 1925 الساعة السادسة مساء تحت رئاسة معالي جعفر ولي باشا وبحضور كل من حضرات أصحاب العزة فؤاد أبا ظبك والسيد أبو بكر راتب بك واعتذر حضرة صاحب السمو الأمير إسماعيل داود وفؤاد أنور بك وقد حضر هذه الجلسة حضرات أعضاء اللجنة التنفيذية وبعد أفراد كرة القدم الذين قدموا شكواهم ضد إسحاق حلمي أفندي وقد مثل أمام هذه الهيئة إسحاق أفندي حلمي وتل الاعتذار المكتوب بمعرفة اللجنة المكونة حسب قرار اللجنة العليا بجلستها المنعقدة يوم 23 نوفمبر الماضي وبعد إمضائه من إسحاق أفندي قررت اللجنة تعليق هذا الاعتذار في لوحة النادي لمدة شهر ابتداء من تاريخه وبهذا الاعتذار عدل قرار اللجنة التنفيذية الخاص بطرد إسحاق أفندي حلمي من عضوية النادي وأصبح عضوا به ثم قام معالي جعفر ولي باشا رئيس الجلسة وطلب من الحاضرين ترك ما كان هناك من سوء التفاهم وأن يعتبر الأعضاء أنفسهم بالنادي كأنهم أفراد عائلة واحدة فوافق الحاضرون على ذلك اللجنة العليا للنادي لما خففت قرار الشط راعت تاريخ إسحاق حلمي وإنها الوقع الأولى له لكنها وهي بتراعي تاريخ وقيمة إسحاق حلمي ما فرطتش أبداً في حقوق النادي ومبادئه وأخلاقياته وده الأمر اللي صار عليه الأهلي عبر تاريخه الطويل وسبحان الله كل كم سنة بيتعرض الأهلي لأزمة كبيرة جماعية أو فردية وكأنها اختبار لمبادئه من ناحية ومن ناحية تانية بتفكر جميع الأعضاء بقيم وأخلاقيات وثوابت النادي الأهلي الأخلاق والمبادئ فوق البطولات ونيجي العام 1926 العام ده اللي شهد وفاة أحمد حشمة باشا يوم 8 مايو 1926 أحمد حشمة باشا كان أول رئيس للجمعية العمومية للنادي الأهلي بحكم موقعه وزير المعارف طبقاً للائحة النادي وبعد كده بقعدوا في اللجنة العليا للنادي الأهلي خلال الفترة من 1916 والحد 1922 وهو اللي أهدى النادي الأهلي كاس عشان تقام عليه أول مسابقة في تاريخه مسابقة كاس أحمد حشمة باشا لكرة القدم واللي سبق اتكلمنا عنها قبل كده وكانت بتقام بين طلبة المدارس العليا أحمد حشمة باشا اتولى أربع وزارات المالية والمعارف والأوقاف والخارجية وكان نائب لحسين رشد باشا أحد مؤسس النادي الأهلي في اللجنة اللي وضعت دستور 1923 وفي اجتماع اللجنة العليا يوم 19 مايو 1926 أوقفت الجلسة عشرة دقائق حدادا على معالي أحمد حشمة باشا وتقرر إرسال جواب تعزية لعائلته في الوقت ده كانت مساحة النادي 8 فددين و 6 قراريت و 11 ساهم الأهل استلم قطعة أرض جديدة مساحتها فدانين و 10 قراريت و 20 ساهم فأصبحت مساحة النادي 10 فددين و 17 قراريت و 7 أسم وقرر النادي إنشاء حوش جديد لكرة القدم قلنا حوش يعني ملعب زي ما كانوا بيقولوا عليه زمان كانوا بيقولوا على الملعب حوش ونفتكر حوش المدرس يعني الملعب وطلبت من المقاول تقديم تصورين للرسومات الحوش عشان تقدر بينهم وفي نفس الجلسة يوم 19 مايو 1926 تم البت في اختيار رسومات الحوش فقررت اللجنة استبعاد أحد الرسمين المرموز له بنمره 2 وتكليف محمد رشدي بيك بتقديم مؤيسة عن الرسم نمره 1 المرفق مع محضر الجلسة بمذكرة عما يراد عمله مع تخطيط الأرض وعرض ذلك على اللجنة العليا في جلسة أخرى وبالشكل ده أصبح في النادي الأهلي 3 ملاعب لكرة القدم وكان في الوقت ده هو النادي الوحيد في مصر اللي عنده 3 ملاعب لكرة القدم وبالتالي زادت إرادات النادي من إيجار الملاعب للفرق الأخرى والمدارس ومش بس كده كان احتضان الأهلي لأنشطة العديد من الأندية والمدارس سبب إضافي لزيادة تعلق الجمهور بالنادي الأهلي وفي نفس العام 1926 شهدت جلسة 9 يوليا أول تفكير في إنشاء حمام سباحة بالأهلي وجف محضر الجلسة عرض حضرة عبد الملك حمزة بك مسألة مشروع إنشاء حوض للسباحة بالنادي وقال بأن بعض المصادر العليا يفكر في مساعدة النادي ويطلب مقياسة ورسم الحوض وتكليف بنائه فتقرر تكليف حضرة علي لبيب جبر بعمل ذلك في ظرف أسبوع من تاريخه ده كان أول اقتراح لإنشاء حمام سباحة في تاريخ النادي الأهلي لكن لما تعملت مقايسة تكليف بناء حمام السباحة كانت عالية جدا فوق أي مساعدة متوقعة فتأجل المشروع لفترة يمكن سبعتاشر سنة لغاية لما دخل حلم إنشاء حمام السباحة حيز التنفيذ زي ما حنعرف بعد كذا المهم كان بيدرب فريق كرة القدم موسم 1925 و 1926 مدرب أجنبي وكان أول مدرب أجنبي في تاريخ الأهلي الصحف ما ذكرتش يا طرى المدرب ده جي من خارج مصر ولا كان من المقيمين فيها المدرب ساب الأهلي في نهاية الموسم يا طرى الأهلي عمل إيه؟ المدرب الأجنبي ساب الأهلي أعضاء اللجنة العليا اتناقشوا في أمر تدريب فريق كرة القدم وجه في محضر جلسة 9 يوليو سنة 1926 عرض حضرة السكرتير على الهيئة ضرورة إيجاد مدرب لأعضاء فريق الكرة وبين أنه يمكن توفير ماهيته من إرادات النادي فتقرر مخابرة الاتحاد الإنجليزي لانتقاء أحد المدربين الأخصائيين بمرتب لا يزيد عن 300 جنيه في العام ونتنقل للجامعية العمومية اللي انعقدت يوم 26 نوفمبر 1926 الجامعية اللي شهدت إضافة مبلغ 50 جنيه في مشروع الميزانية لذمة إنشاء مرسح توطئة لإنشاء فرقة تمثيلية بالنادي أيها كده زي ما سمعته بالضبط مكتوبة مرسح وبالمناسبة والحد النهاردة في لسه كبار رواد المسرح بيقولوها كده مرسح طب ليه؟ لأنها في الأصل مرسح بمعنى أرض فضاء منبسطة فتطورت وبقت مرسح قبل إنشاء مسرح في النادي كانت الحفلات بتقام إما في الحديقة أمام صالة راتب أو بالصالة نفسها في الشتاء فكان قرار إنشاء مسرح للنادي الأهلي وإنشاء فرقة تمثيل بمثابة إيمان من اللجنة العليا بالدور الفني للنادي الأهلي عشان يكون النشاط الفني في الأهلي طوال العام مش بس في المناسبات والأعيات في نفس الجمعية العمومية يوم 26 نوفمبر 1926 وزي ما جه في محضر الجمعية طولي الاقتراح المقدم من حضرة نجاتي بيك أباضة عضو النادي بشأن إدخال لعبة الجلف بالنادي فوافقت الجمعية العمومية على ذلك وأحالت تنفيذه إلى اللجنة التنفيذية لإجراء اللادم وهكذا دخلت للنادي لعبة جديدة تضاف للألعاب اللي بيمارسها الأعضاء لكن نفس الجمعية العمومية يوم 26 نوفمبر 1926 شهدت اقتراح من أهم الاقتراحات في تاريخ النادي الأهلي طولي الاقتراح المقدم من حضرة اسكندر فهم يا فندي عضو النادي بشأن إنشاء علامة للنادي فوافقت الجمعية على تنفيذ ذلك وأحالته إلى اللجنة التنفيذية لإجراء اللازم فورا العلامة يعني شعار والحد الوقت ده ما كانش فيه شعار للنادي الأهلي وكانت فنينة النادي الأهلي من غير شعار وكان بيكتب عليها NSC ودي الحروف الأولى لإسم النادي الأهلي باللغة الإنجليزية National Sporting Club وفعلا تم تصميم أول شعار للنادي الأهلي وزي ما انتو شايفين قدامكم على الشاشة الشعار عبارة عن دايرة بلون الدهبي على خلفية حمرة بلون فنلة النادي الأهلي في الجزء الأعلى للدائرة الهلال والنجوم الثلاثة ودول متخدين من علم المملكة المصرية في الوقت ده وفي النص مكتوب الأهلي NSC ومكتوب في الجزء الأسفل للدائرة للرياضة البدنية يا ترى اسكندر فهمة فندي كان عارف ان فكرته دي هتكون من أهم الأفكار اللي طرحها أعضاء الأهلي كان عارف ان الشعار دا هيتغير تلات مرات ويتحول لعلامة تجارية للنادي بتدر عليه أموال هائلة وننتقل لجلسة اللجنة العليا يوم السبت الموافق فبراير 1927 اللي صدر فيها قرار مهم جدا البدء حالا في بناء المدرج للحوش الجديد واعتماد صرف مبلغ 1200 جنيه لهذا الغرض في ميزانية السنة الحالية وتكليف حضرة سكرتير النادي بالاتفاق مع أحد المقاولين للقيام بهذه العملية وعرض الاتفاق في الجلسة المقبلة الحوش الجديد دا هو نفسه اللي بقى بعد كده استاد مختار التيتش وقرار اللجنة العليا كان بداية تأسيس الملعب وتطويره عشان يصبح لفترة طويلة جدا هو الملعب الرئيسي للأهل ومنتخب مصر لغاية افتتاح استاد القاهرة في 23 يوليو 1960 وبالفعل بدأت الخطوات الفعلية لتطوير الحوش الجديد وتبرع عضو النادي المهندس علي لبيب جبر بالتصميم الهندسي للمدرج وعلي لبيب جبر كان من كبار المهندسين في الوقت دا اتخرج في مدرسة المهندس خانة وحصل على دبلوم العمارة بجامعة ليفربول ورجع مصر ليعمل مدرسا جامعيا ثم رئيسا لقسم العمارة بجامعة القاهرة ويعتبر من رواد العمارة المصرية وزي ما جي في محضر اللجنة العليا كانت ميزانية بناء المدرج 1200 جنيه لكن الفكرة كبرت وتقرر ان يكون المدرج اكبر من كده وكمان تقرر بناء شرفة ملكية يعني مقصورة زي ما بنقول عليها النهاردة الشرفة الملكية صممها ابناء النادي المهندس حسين صالح فندي والمهندس احمد حسني عمر فندي في الناحية الابلية الغربية للملعب وتولى المقاول محمود مختار صقر فندي بناء المدرج وتكلف 2500 جنيه وتولى المقاول حسنين احمد الخولة فندي بناء الشرفة الملكية وتكلفت 1200 جنيه وبالمناسبة محمود مختار صقر فندي كان من لاعبي فريق الكرة بالاهلي وسافر سنة 1922 يدرس بانجلترا ورجع مرة تانية وانضم لفريق الكرة سنة 1926 وكان احد لاعبي منتخب مصر في دورة انفرس الولمبية عام 1920 ومع انشاء المدرج الكبير والمقصورة الملكية قررت اللجنة العليا احاطة الملعب بمدمار قانوني لالعاب القوة بطول 400 متر وعرض 8 متر وكان اول مدمار لالعاب قوة قانوني في القاهرة وتم التغطيته بالرملة الحمر بنسميها الحمر اللي بتناسب سباقات العدو انتهى بناء المدرج الكبير والمقصورة الملكية ومدمار ألعاب القوة بعد سنتين وتم افتتاحه عام 1929 في وجود الملك فؤاد وابنه الأمير فاروق وكانوا قاعدين طبعا في المقصورة الملكية وتم اطلاق اسم الأمير فاروق على الملعب الجديد ننتقل بعد كده جلسة اللجنة العليا اللي انعقدت يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 1927 في الجلسة دي قررت اللجنة العليا ما يلي اقتراح على الجمعية العمومية باسناد رئاسة شرف النادي لحضرة صاحب الدولة عبدالخالق ثروة باشا مع رئاسة الشرف لحضرة صاحب المعالي وزير المعارف بحكم وظيفتها وفي الجمعية العمومية اللي انعقدت يوم 25 نوفمبر 1927 اقترح معالي جعفر ولي باشا انتخاب يعني اختيار دولة عبدالخالق ثروة باشا رئيسا شرفيا للنادي فوافقت الأعضاء على ذلك بالإجماع وفي جلسة اللجنة العليا اللي انعقدت الخميس الأول من ديسمبر 1927 جه في محضر الجلسة اختر معالي جعفر ولي باشا اللجنة بأنه أبلغ قرار الجمعية إلى صاحب الدولة ثروة باشا بانتخابه رئيسا شرفيا للنادي فقبل دولته ذلك مع مزيد الشكر كان منح عبدالخالق ثروة باشا الرئاسة الشرفية اعتراف وامتنان لخدماته الكبيرة للنادي الأهلي منذ تأسيسه وحتى نهاية رئاسته للنادي عام 1924 وإحنا بنقلب في محاضر الجامعية العمامية اتفاجئنا أن التقرير الختامي للنادي الأهلي متضمن إعلان عن بلبلة مصر يا طرى مين بلبلة مصر حد يعرف ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة